اعربت وزارة الخارجية عن السنكار مملكة البحرين الشديد لرفض جماعة الحوث الارهابية تمديد الهدنة وتوسعتها في الجمهورية اليمنية الشقيقة التي اقترح سيد هانز جروندنبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ووافقت عليها الحكومة اليمنية مثمنة جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها المستمر لإحلال السلام والاستقرار في اليمن الشقيق وأكدت وزارة الخارجية أن رفض جماعة الحوث الارهابية تمديد الهدنة وتعطيل جهود المبعوث الأممي إلى اليمن يدل على نواياها المبيتة بمواصلة العمليات العسكرية داخل اليمن وخارجه لتحقيق أهدافها وغايتها غير المشروعة وتعريض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر دعية الأمم المتحدة إلى مواصلة جهودها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 وبما يحقق للشعب اليمني الشقيق السلام والأمن والاستقرار ترجمة نانسي قنقر